نعم لا شك في ذلك وهذا من خيانة الأمانة يعني العلماء الآن إما إلا مرحمة ربك هناك العلماء الرباني والحقي والذين الآن يعني في غياهب السجون الاستبداد يعني من أول يوم شعور كانوا في السعودية السعودية كان يعني الشعارات فيها أن دولة التوحيد ودولة العلم والشريعة والبعد عن الخرافات والبعد عن البدع وعن الغنى وعن السينما وعن ما عرف شيء وعن ما عرف شيء الآن يعني العلماء اللي هم معتدلون وسطيون رموهم بالإرهاب وأدخلوهم السجون وباقي الآخرون يعني كم تفاهم وبدأ من يؤدوا رسالاتهم ويدافعوا على الحق ويدافعوا عن إخوانهم المظلمين صاروا يتملقون الحاكم الظالم المستبد ويغردون في إرضائه ولكن لن يرضوه أبا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم هؤلاء يرضون النصارى هؤلاء الحكام في السعودية وفي غيرهم لأن يرضون النصارى يبتقون وريد النصارى والنصارى يمكن أن ترضى وإذاك محاولة إرضاء الحكام الظالم الذي يرضون الكفار هي غير ممكنة وهي مستحيلة فأنصعد علماء أن يكفوا عن هذا يعني أن يلزم الصمد يعني هذا أضعف الإيمان أضعف الإيمان إنسان ينكر بقلبه لأن يساهم ويشارك بالتغنيدات وبالكلام ويشجع الظالمين ويشجعهم على سجن إخوانهم وعلى قمع إخوانهم الآن يعني أين المشايخ والعلماء الربانيون أين الشيخ سمال العودة وإخوانه يعني خلاص هذا الرجل يعني من أكثر الناس احتدارا ووسطية ويعني لا يستطيع أن تعد عليه شيئا يميل إلى تطرف لكن الآن أخذوا بشباب مجرد أنه يعني حمض الله على أن يؤلف بين قلوب المسلمين أنظروا الجزاء وإخوانه ينبغي أن يقفوا معه وأن يناصروه أو على الأقل لا يناصر لا يعينون الظالم ولا يكتبون يعني ما يؤيده فالذي أقوله إن الحكام في السعودية وفي المصر وفي هذه الأماكن التي رضيت بالتعاون مع الصهيونية وتطبيع العلاقات مع اليهود ورمي الناس المجاهدين مثل حماس وغيرهم رمهم بالإرهاب أولئهم أعلنوا عداءهم للإسلام وأعلنوا عداءهم للمسلمين فلا يرجى خيرهم ولكن على العلماء وعلى الناس الذين يقدرون يعني عليهم أن يؤدوا الأمان عليهم أن يؤدوا الأمان التي رهنت بهم والأمان التي في أعلاقهم علي من يؤدوها لأنها سائل كل إنسان عما أتمنى هل ضيع أدى أو ضيع